وكذلك من لبنان كان يدرس ومن محافظات أخرى فكان هناك نشاط كبير ويعني مما أذكره أنه عندما صارت الوحدة بين سوريا ومصر في الـ 58 كان شرط عبد الناصر أن تحل الأحزاب والمنتسبون للأحزاب إما أن يكونوا بعثيين فأخذوا نصيبهم من الحكم لأن البعثيين كانوا في تحالف مع عبد الناصر في ذلك في تحالف مع عبد الناصر وكان منهم نائب رئيس جمهورية وكان منهم وزراء وكان منهم فأخذوا نصيبهم وارتاحوا وإما من الإخوان يعني تعبوا من الصراع السياسي فأرتاحوا فحلوا أنفسهم حلوا أنفسهم وإما أن يكونوا شيوعيين فالشيوعيون رفضوا الوحدة وكانت لهم مشكلة آه طيب إحنا في الإخوان في التيارة الإسلامي لنا دور لنا نشاط كيف نحل أنفسنا فأنا لا أذكر في سوريا أحد وهذه شهادة لله فلا أذكر هناك رمز كان يجتمع عليه الناس إلا مسجد دمشق عيشة بلعطار سبحان الله وكان يجمع الطلبة ونخرج في مناسبات معينة كان نشاط عام طبعا الأستاذ السباعي كان موجود وكان له نشاط لكن الأستاذ السباعي يعني الإخوان كانوا يشاركون في الانتخابات النيابية في حتى عام تقريبا أربع وخمسين طبعا إجاء نظام الششكلي من سنة التشعة وأرائعين إلى سنة الأربع وخمسين يتناوبوا حكم مدني وكذا هو موجود وطبعا الإخوان هنا كان الأحزاب محلولة والأستاذ السباعي كان بهالفترة في لبنان وكان مريضا أيضا الأستاذ السباعي في انتخابات تكميلية عام الف وتسعمية إما نهاية الستة وخمسين أو السبعة وخمسين أنا لا أذكر رشح حاله للانتخابات التكميلية ليش الإخوان ما رشحوا حالهم سنة الأربع وخمسين ليش رشحوا حالهم بالانتخابات السبعة وخمسين والله هذا ما وجدته لسؤال لأنه لم يكن الظرف مناسبا فالأستاذ السباعي يعني الانتخابات وظروف معينة مرت عليه وصعوبات فحصل معه شلل أيضا لابد من ذكرى تدور هذا الرجل أحنا هو درسني في الجامعة ثم كنت من المحافظين على دروسه أنت كنت في كلية الحقوق أنا كنت في كلية الحقوق وكان هو يدرسنا مادة الأحوال الشخصية فالشلل صار في يده اليسرى ورجله اليسرى سبحان الله لكن أنت ترى رجل عملاق آه شخصيته طويل يعني وسيم ممتلئ الجسام كيف تحول لكن بقيت الدعوة همه فيأتي على عصا وكان هناك شيء اسمه قاعد بحث مش أطعام كان من المحافظين عليها وهو مش مطلوب منه هذا فكان يرحمه الله نشيطا لكن المرض أتعبه فتقريبا منذ سنة السبعة وخمسين كان الدور للأستاذ عصام العطار كنت مرحلة خطيرة وأنا متأكد أنا ما شفت المقابلة مع الأستاذ عصام هو ذكر لك بعض الأشياء لكن في أشياء أخرى لم يذكرها قال لك هذا؟ هو لم يذكر كل شيء ولا أعطيته الحرية في أن يذكر ما يريد فكان هناك أشياء مهمة والحقيقة ما هو كل شيء يذكر نعم فالأستاذ عصام كان خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر هو اللي يقوم بهذا الدور ويعني ويبدو أنه لم يسلم هو أيضا من المكائد في تلك الفترة لم يسلم من المكائد وإن كان هو تورع عن الحديث فيها لكن فهمت بالتورية أنه كانت هناك مشاكل يعني اللي يجعلني أتحدث عنه الآن لأنني أنا متأكد أن بعض الأمور يتحرج من ذكرها وفعلا بعض الأمور اللي هو تحدث عنها لأنه مختلطة بتاريخ الإخوان من أصل تاريخ الإخوان نعم يعني مثلا هو طريقته ما غيرها في الحرية لذلك تستطيع أن تقول الجيل اللي أنا منه يذكرون حتى العبارات اللي كان يقولها مثلا إذا جاءت المناسبة عن قضية فلسطين يتحدث وينقد الحكام العرب وينقد جمال عبد الناصر به يعني مثلا أنا ما أظن هذا كان يحدث في أي مسجد من مساجد دمشق بعد ما يذكر قضية فلسطين ومؤساة الفلسطينيين يعني في ثلاث خطب أو أربع خطب متتالية يقول هناك الزعيم الأوحد عن أب الكريم قاسم وهنا رائد القومية العربية ويكمل في الحديث ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسدي لم يكن هذا سهلا بالوقت نفسه يعني الأستاذ عصام كان لا يملك حتى تلفون ببيته كان لا يملك سيارة يتنقل بها بالوقت بهذا الوقت أرد علي أيام الوحدة أن يكون وزيرا ماذا يذكر هذا أه؟ نعم فرفض الوزارة وجاءوه والوزارة كان لها قيمة هذه الأيام والناس اللي بسن الأستاذ عصام يعملون سنوات طويلة من أجل أن يحلم الواحد منهم أن يكون مدير عام بالوزارة فهذا هو في سن صغير تعرض عليه الوزارة فيرفضها ويفضل عليها الحياة الخشنة التي يعيشها فهذا من الوضع العام أنا لا أريد أستطرد فيه أترك ذكرت لي أن أنت طرحت سؤالا ونحتاج إلى أن نعود للإجابة عليه أنه عندما حل الإخوان المسلمون أنفسهم نعم إذن كيف مارس النشاط؟ كيف استمر هذا التنظيم؟ أم أنه حل في العلن وبقي في السر؟ لا 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 حل في العلن وفي السر إذن ماذا حدث لمنتسب هذا التنظيم؟ والله شيء عجيب وأنت كنت واحدا منهم وأنا كنت واحد منهم كنا نجلس مع بعضنا نتساءل نبحث فنجد عزائنا بالأستاذ يساهم كان متفرق لهذا العمل لكن بطريقة فردية ليس بطريقة جماعية وبالعكس في ناس من الإخوان يعني ما يشوفوا في الطيار الناصري ممكن ما يكون عددهم كبير وانصرفت وانصرف الناس لأعمال ترجمة نانسي قنقر